لجان فرعية شكلتها اللجنة المالية لمناقشة مطالب الكتل النيابية وإمكانية إدراجها ضمن مسودة قانون الموازنة في ظل التقارب الحاصلي بين الوفد الكردي وبعض الكتل السياسية لإدراج صيغة توافقية للتصويت عليها وتوقع نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عودة الوفد الكردي إلى بغداد خلال الساعات المقبلة لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية الكتل الكردستاني أعلنت بشكل رسمي من خلال بياناته ومن خلال طروحات أعضاء مجلس النواب أنهم مع تمرير الموازنة ونعتقد أن الموازنة ضرورية لكل شعب العراقي ومنهم مواطني إقليم كردستان وبالتالي فالتحجج بموضوع استحقاقات تقليم كردستان هو غير صحيح خاصة أن الحكومتين لديهم الإمكانية لتوصل إلى الاتفاق بتصورنا الأسبوع القادم سيكون هناك جلسة نتمنى تمرير الموازنة ويكون هناك نوع من أنواع التوافق بين الكتل السياسية في تمريرها وحصلت قناة العراقية الإخبارية على نسخة من المادة الحادية عشرة المتفق عليها بين الجانبين والتي اعترضت الكتل الكردستانية على الفقرة الأخيرة منها في ظل إصرار بعض الكتل النيابية على رفضها لهذا الاتفاق وضرورة إلزام الحكومة الاتحادية بعدم تسليم الإقليم مستحقاته المالية إلا بعد تزديده ما تم الاتفاق عليه نرفض احتساب مستحقات لإقليم كردستان للسنوات السابقة من عام 2014 ولغاية عام 2019 إذ أن الإقليم لم يسلم برميلا واحدا من النفط طيلة تلك السنوات وعلى الإقليم أن يسلم كامل النفط المنتج للحكومة الاتحادية وكافة إراداته غير النفطية وفي حال عدم الالتزام الإقليم لا يجوز تزديد نفقاته ويتحمل المخالف لهذا النص المسئولية القانونية وتوقع نواب عدم تمرير مسودة الموازنة في جلسة واحدة لما تحتويه من مواد كثيرة مع وجود خلافات بشأن بعض نصوصها فيما تكثف رئاسة مجلس النواب جهودها للتصويت على الموازنة يوم السبت المقبل أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد